اشتركوا في القناة نحتفل مع حضراتكم اليوم وتحتفل كل بلدان العالم بيوم العامل تقديرا لما يبذله من جهد إذ يمثل إعلاء لقيمة العمل وللإنسان في كل مكان والذي يسعى لبناء حضارته ورقيها والمضي بها قدما في طريق التطور وتعد الحضارة المصرية من أولى الحضارات التي قدست العمل والإنتاج وكرمت العامل وحققت اكتفاءها الذاتي بنفسها منذ أن قامت حضارة وادي ميل فعلى مدار السنوات الماضية ومنذ أن بدأت مسيرة التنمية ضرب المصريون المثل في إعلاء قيمة العمل من منطلق حرصهم على بناء وطن طابعه العزة والكرامة رغم التحديات الجسيمة حيث باتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة شاهدة على أصالة الإبداع وصلابة إرادة هذا الشعب العظيم لتغيير واقعه وبناء مستقبله فالعامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وكما أوصت تعاليم الأديان السماوية بأن العمل عبادة خير ما نستهل به حفلنا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ شريف السيد خليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة نعم أجر العامل نعم أجر العامل نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزق الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم صدق الله العظيم نعم أجر العاملين os